لا نريد أن تنزعج ديلان بعد الآن أتمنى أن تكون ديلان سعيدة الآن إنه يستحق أن يكون سعيدا على أكمل وجه أحسنت كاتب السيناريو الذي حول شخصية حازمة ومستقيمة مثل باران إلى رجل متردد وغير منتظم لقد كانت خيبة أمل كبيرة أن باران لم يعطني الإبزيمة ولم تكن لتعطيه لي لماذا أعطيته لذلك الرجل أمام ديلان أيها الغبي بينما كان ديلان نائما فتح عينيه ونظر ليرى ما إذا كان باران ينظر لقد كان مشهدا جميلا جدا لا أقصد حتى أن أجعل الشريط يبدو ويدير رأسه ظل يفكر ماذا سأفعل بهذا يقول خذ ديلة لتناول الإفطار وأعطها الهدية هناك كم من يقول أرسل سيراب من القصر باران لم تكن ستعطيني هذا المشبكة لماذا فعلت ذلك على الأقل ووضعته على شاربك عندما قال سيراب لمن هذه هدية قال باران لزوجتي وسيراب أصبح فضا تماما مثل ديريا يجب أن تكون مثل الفضي باران يراقب حالة ديلة الغاضبة أوه كان هذا مشهدا جميلا هل يوجد هنا أشخاص يريدون أن يترك سيراب المسلسلي والد ديلان منزعجان جدا كيف نسوا ابنتهما بهذه السرعة إنهم يدفعون ثمن الأخطاء التي لا علاقة لهم بها هل أنا الوحيد الذي يشعر بالسعادة عندما يسقط وجه باران عندما يذكر هدية سيراب لزوجتي لقد فقدت الأمل في أن يتحسن المسلسل أمنية الوحيدة هي إنهاء الموسم دون أن أصاب بالشلل سأدع المسلسل قبل نهاية الموسم لقد ملنا بشدة منذ أسبوع حلقة اليوم رفعت ضغط دمي لقد سئمت من تصرف باران وكأنه مصاب بالفصام عمي قدرت المسكينة يبدو أن درس الرجل لا يكفيه فهو يشرح المشاكل ومن يذهب يحكي المشاكل ومن الجميل أن تضحك الأخت ديستيني على موقف دلة وتعلم أنها تغار من باران وأنهما يحبان بعضهما البعض الآن أولئك الذين يريدون من باران أن يعترف بحبه لديلان ويعلم أنه ابن زوجته لم يلتزم باران ديلان بأي من الوعود التي قطعها عند إطلاق النار عليه فبينما استمتعنا بمشاهد الغيرة مع متين شهدنا فسقا أكثر من الغيرة في المشاهد مع سيراب في النهاية أصبح معروفا أن وايا متين بك كانت صافية وأنه رجل لا يهتم إلا بطلابه ولديه خطيبة لحياته الخاصة لكن المشاهد مع سيراب لا يمكن تصويرها على أنها غيرة لأن سيراب القصد هدم بيت رجل متزوج ومحاولة التقرب منه مهما حدث فالرجل متزوج وهي لا تزال غير مطلقة هذه المشاهد جعلت المسلسلة يسقط في أعيننا ليس بسبب الغيرة بل بسبب من تخريب المنزل والنوايا غير الأخلاقية وجهد المرأة في الظهور على أنها أمرأة مهذبة خيبة الأمل والعار كم منا يقول أن العم قدرت يجب أن يتعافى ويقف خلف ديلا أنا أحب حلاوة ديلان بطريقة مختلفة تماما هل الغيرة مناسبة جدا يلعب الجمال في المطر بطريقة تجعل من المستحيل عدم الإعجاب به هل كان حقا حب سيراب المهووس الذي كان من المفترض أن نشاهده مع اقتراب نهاية الموسم لنعلم أن ديلا تم تبنيها ودع كودريت يتعافى والأهم من ذلك دع ديلان وباران يعلنان الحب ما الذي لا يزال باران ينتظره ليعترف إذا كنت في حالة حب تصرف كواحد تحدث كيرن جيدا دع باران يعود إلى رشده فهم مستاؤون بما فيه الكفاية يجب على الأخت قادر أن تمد يد المساعدة وتخبر باران أن ديلا تشعر بالغيرة باراني كليس بارانك القديم لا يجعلك تشعر بهذا الحب العميق لا ينبغي لأي شخص أن يتخلى عن الشخص الذي يحبه بهذه السهولة فهو أيضا قريب جدا وصادق مع السيراب لا فكما حافظ على بعده من البحر استطاع أيضا أن يحافظ على بعده من السراب أن تجعلنا حزينين لقد كان أسبوعا مخبطا باران يواجه ديلان ووالدته لا توجد ابتسامة في العلاقة بين ديلان وباران كل شيء يتقدم كما نعرفه وبينما يحاول باران، إسعادة، ديلان يستمر سوء التفاهم المتبادل يدرك باران أنه كلما حاول أن يجعلها سعيدة كلما غرق أعمق إنه يفهم أن ديلان وحيد ولهذا فهو خجول ومستاء كما فهم قادر من موقف ديلان أنه يشعر بالغيرة من باران بينما كنت أحاول التحدث معه وتهدئته سمعه باران ديلان يتصرف عاطفيا كانت مشاعر الفتاة مهترئة جدا يواصل انتقاد باران يتهمني بشراء كل شيء جديد يواجه باران ديلان ووالدته بمواجهتهما وهكذا يتخذ باران خطوة أخرى نحو ديلان هل سيراب يحب باران؟ جاء سيراب ودخل ديلان في نوبات غيرة إذن أي نوع من الأشخاص تعتقد أن هذا سيراب هو؟ لدينا الغيرة على جدول أعمالنا كل من في المنزل يقدر سيراب والجميع يحبها كثيرا هناك جدل حول ما إذا كان ديلان يشعر بالغيرة من باران من سيراب أو من الاهتمام الذي حظي به سيراب بعد كل شيء نعلم جميعا جيدا كيف وصل ديلان إلى القصر وما مر به خلال هذه العملية وبينما كان يحلم بالدراسة وقع فجأة ضحية للتقاليد وجاء إلى منزل كان احتقرا فيه على الرغم من أن أزاد لا يزال يعامل ديلان بشكل سيء في حين أن باران مهذب جدا مع الجميع فإنه فجأة يتألق مع ديلان يريد ديلان أن يتعلم شيئا عن سيراب وفي نفس الوقت يخاف أن يسأل خوفا من أن يساء فهمه حتى أن باران يعرف أطباق سيراب المفضلة يبدو أن سيراب هو شخص طيب القلب حقا نعتقد أن سيراب وديلان يمكن أن يكون صديقين حميمين على العكس من ذلك يبدو أن سيراب سوف تعبث مع ديريا مرحبا بالغيرة الجديدة ودخلت شخصية جديدة إلى المسلسل لتزيد من إثارة العلاقة هل ستنظم شخصية جديدة إلى باران وديلان بعد ديريا؟ لن تستطع ديريا ولا تستطيع أن تضر بأساس هذه العلاقة لأن باران لم يكن لديه أي مشاعر تجاه ديريا هل هذه الفتاة الجديدة هي صديقة باران السابقة؟ القادم الجديد قادم ويداه من تلئتاني الحقائب وحقائب السفر يبدو أنهم سيكونون ضيوفنا الدائمين لفترة من الوقت عندما تم استدعاء باران نظر باران إلى ديلان هذه النظرة هي نظرة بلع لسانك الصغير يعد هذا الوصول نظيرا لبدور جديدة ستزرع بين باران وديلان عيون ديلان ستكون على باران وهذه الشخصية الجديدة سوف يعاني ديلان من نوبات الغيرة ويصبح متعاطفا